نظمت وزارة الداخلية بتنسيق مع الاتحادين المصري والدولي للفروسية والهيئة العامة للخدمات البيطرية البطولة الدولية لقفز الموانع بوادي الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة الذي يعد صرحا رياضيا يدعم الرياضة المصرية في رياضة الفروسية تقام الفعاليات على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من السابع عشر وحتى تاسع عشر من أكتوبر الجاري انطلقت على ملاعب وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية والبطل على بحيرة عين الحياة بالفستاط البطولة الدولية لقفز الموانع بتنسيق مع الاتحادين المصري والدولي للفروسية والذي يشهد مشاركة دولية واسعة من فرسان عدد من الدول العربية والأجنبية إلى جانب مصر وتات البطولة في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لرياضة الفروسية بما تملكه من قلاع رياضية متخصصة في هذه الرياضة وقد تبار الفرسان على ملاعب الوادي ذات المقاييس الدولية والتي أسهمت في إبراز مهارات الفرسان في قفز الموانع ورفعت درجة التنفسية بينهم ما كان مجهز أنه يستقبل أحسن بطولة دولية في الدنيا النهاردة أنا عايز أعمل أوليمبيج جيمز أنا حلاقي ملاعب فروسية خلاص عايز أعمل بطولة عالم أنا عندي ملاعب فروسية التنظيم والملاعب والأرضيات وكمية الملاعب الموجودة والحاجات اللي متطورة يعني معمول حاجة فوق الوصف البطولة معمولة بشكل هاي بصراحة يعني من أول الانترانس من بره خالص من على الشارع التجهيزات كلها الأراضي كلها متجهزة على الأعلى مستوى دايما معمول لها مانتننس كويس جداً مدين لنا الابشنز أنه نحن عندنا كذا أرض نشغل فيها مش أرض واحدة معينة البطولة نفسها لذيذة جداً دمها خفيف الناس مشجعة الكل مبسوطة ودي حاجة بالنسبة لنا مهمة جداً استبلات هيلة وقد أبدى الفرسان ارتياحهم الكبير للتجهيزات التي وفرتها لهم اللبنة المنظمة للبطولة خاصة فندق الإقامة الموجود داخل الوادي والذي وفر لهم الأجواء المناسبة للراحة وأتاح لهم وقتاً كافي للتدريب مجرد كبير فكل مناسبة للقناة. المنزل مجموعة مالسة جمع. الصعبية موجودة جميلة مجوتة لأمخ بان كل موضوع مجموعة جمعينا. السمع ماننة جمعًا ، المالك جدًا مهندقة جمعًا. الموضوع المنزل مالحباب مالحباب. تكفي التشوية من أخرى لا تترون الكثير من المنزل. تكون لديك مالحباب مول Burning tiver. كل وهنا جمعًا جمعًا وتممه إليه. ملحباب المنزل هو مالحباب ملحباب وكثير مليعًا. اهتمام مصر برياضة الفروسية يتجلى في امتلاكها منشآت رياضية ذات مقاييس عالمية وفي مقدمتها وادي الفروسية الذي يملك كافة مقومات وعناصر إنجاح البطولات المقامة على أرضه سواء دولية أو محلية تنظيم متميز للبطولة الدولية لقفز الموانع للفروسية بتنسخ مع الاتحادين المصري والدولي للفروسية يؤكد على الاهتمام المصري بالرياضة الفروسية والتطور الكبير في هذه الرياضة والاستعداد الدائم لاستضافة كافة الفعاليات في الرياضة الفروسية عبدالله بركات التلفزيون المصري